اسم قائد جهاز الدياراس في مجلس مغلق خاصة الطابوهات وبعد 25 سنة سمت فيه الأساطير حول جهاز الاستعلامات والأمن ورجالاته في أولي ظهور إعلامي علني ونادر لقائد جهاز الاستعلامات والأمن اللواء عثمان ترطاق المعروف باسم بشير كسرت أسطورة قريبة من روايات الشبح اللواء عثمان ترطاق المعروف باسم بشير والذي خلف الفريق المتقاعد محمد مدين ظهر أمام عدسة الكاميرا في لقاء مفتوح أمام الصحافة الوطنية كما يظهر في الصور قائد جهاز الاستخبارات اللواء عثمان ترطاق المعروف باسم البشير ظهر أنيقا بربطة عنق زهرية في اجتماع الأفري بول جدير ذكره أن الجزائريين تداولوا على مدار 25 سنتنا الأخيرة صور نادرة وقديمة وغير مؤكدة للفريق المتقاعد محمد مدين المعروف باسم تفيق والذي نسجت حوله قصص وروايات وأحيط بهالة من التقديس رغم أنه كغيره موظف أو إطار سامي في الدولة وكسرت هذه المشاهد التي تنفرد ببثها قناة النهار طابوا أن مدير دائرة الاستعلامات والأمن فوق الجميع لا يعرفه الشعب ولا تلتقط له أي صور وتعد هذه الصورة السابقة في الممارسة السياسية بالجزائر وتعكس لدى أعلى هرم السلطة في تمدين الحياة السياسية بعيدا عن أي وصاية مثل ما هو معمول به في كبرى ديمقراطيات العالم وسنوافيكم بآخر المشاهد طبعا في هذا الموعد أو في موعدة إخبارية لاحقة جديد أحوال التقصى الآن مع حسيبة مرحبا بك نسأل